بس كفاء الوغنية كده مساء الفل مساء العسل مساء الجمال عايزين نطلع ساعة مع الزمال كوية اخوتنا وحبيبنا نتكلم في شوية حاجات ايه هي مش عارف بس هنتكلم في شوية حاجات في الزمالك في الدنيا اللي دا يردية ناخد قراء بعضين ونتكلم مع بعض هيكون معانا دلوقتي يعني خمسة كده معاز ماهر ومعانا ممدوح ومعاناش كابتن طبعا شوق السعيد لعب الزمالك السابق وان شاء الله يطلع يتكلم معانا دلوقتي ايه بعد بس ومعانا طبعا اعمل بقى ده صامت خالص عشان ده ايه اخلع مني كده ومعانا طبعا ملك دونجا غني عن التعريف ومعانا زمال كوية هنا يعني ما قولكش فهنطلع مع بعضينا وانتوا تكلموا معانا وناخد قراء بعضينا ونتكلم في اللحظ طبعا احنا اخر حاجة احنا نباري هتعادلنا يعني مع مع فاركو وتصدرنا الدوري اه بس ضيعنا اتنين بنت مهمين جدا في المشوار كان ممكن ان احنا نفرق تمام ده لايف اه لايه نورة اشف لايف زمال كاوي ساعة قبل السحور هتلاقي كل واحد فينا كان قاعد ما بيعملش حاجة خلاص نطلع مع بعضين ايه المشكلة يعني شغل اغنية يا زمالكة وطن يا الاغنية دي اسمها ايه اللي كانت شغلها دي اسمها بشجع الزمالك بتاعت عزيز الشفعي بشجع الزمالك علامي علامي توماس بجيه اه تامر السيد باشا انا بحبك جدا والله وانا كمان صاحب انا زعلان جدا عبدو محمد ليه بس زعلان ليه يعني زعلان من الزمالك ماشي ما احنا كلنا زعلانين من الزمالك يعني اه عايز اكلمك يا نجم هنتكلم كلنا دلوقتي وهنشوف اه الدنيا ماشي ازاي هيبقى معانا برضو معاز ومعانا ممدوح بوفن ابعت يا ملك ريكويست وكابتن شاو ايه يلا ابعت ريكويست عشان تدخل معانا ونبتدي ايه ان احنا نتكلم مع بعدينا يسامة والماتش اللي جاي امتى الماتش اللي جاي يوم التلات اللي جاي مع الاتحاد السكندري ده بالنسبة للكورة بالنسبة للكورة التلات اللي جاي مع الاتحاد السكندري الجمعة الساعة احداشر اه طبعا التلاتة تسعة ونص ده كرة القدم اللي بتحرق دمنا الجمعة الساعة احداشر مع آآ بيترو اتليتكو في السلة بطولة افريقيا للسلة دول الماتشين اللي جايين ايه للزمالك واللي احنا هنتبعهم ان شاء الله زمالكة وافتخر وعلى الشاعر نفس اطلع بس الواحد محرج مش عارف ليه عمر هشام آآ كده الفرق كام نقطة لو المباراة اكتملت تامر السيد آآ هو الفرق دلوقتي احنا الفرق دلوقتي بنت يعني ما بيننا ما بين الاهل الفرق دلوقتي بنت لينا احنا اتنين وثلاثين والاهل واحد وثلاثين والاهلي واحد وثلاثين الاهلي بقي له ماتشين فرق عننا لو كسبهم يبقى الفرق خمسة bun Text ستة وتشيل منهم واحد يبقى الفرق خمسة bun Text لو انت كنت تكسبت لنبارح والاهلي يكسب الماتشين بتوابى يبقى الفرق تلاتة بس يبقى انت قللت الفرق بس انت ضيعت اثنين buniper وهاتوسع الفرق ده لو الاهلي كسب الماتشين اللي بقيهم له مش عارفين والله هيكسبهم ولا هيحصل ايه بالزبط نادا يوسف اخف دم ربنا يخليك نادا عاوز واحدة من التحفيل بتاعك محمد السويسي التحفيل بقى عالمين بالنبط بقى يعني نحفل عالمين احنا اللي يتحفل علينا المفروض يعني مش عارف والله ماهي لو فرقة القدم بتسترنا نقدر ان احنا نحفل بس احنا اللي متعدلين واحنا مضيعين اتنين بند فهنحفل نعمل ايه الفرقة التانية هتلعب مع الرجاء في افريقيا يوم السبت مع الرجاء في افريقيا لما يقعوا بقى نبقى نحفل ان شاء الله عايز اقول لك على خبر كمان برضو الزمالك هيلاعب الاهلي في السوبر الافريقي التاني للسنة التانية على التوالي طبعا احنا هبدناهم السنة اللي فاتت بالقاضية بتاعته يحيى الدرع الكرة اللي جات في الديئة 59-59 في اخر سانية هنلعب في السوبر الافريقي تاني يد عشان النجم السهل انسحب للسنة التانية فاحنا هنلاعب الاهلي في اليد وبطولة تانية ان شاء الله نتمنى رجال اليد يعملوها زي ما يعملوها كل مرة دول مش محتاج ان احنا نتكلم عنه تعالى تصحر ربنا خليك معلم لسه هتصحر كمان شوية بتصحر على اربعة لخمسة كده فاهم بحيث ان الاكل يبقى هنا عشان ملحقش عاطش الاهل هيكسبهم هو زيك والله مش يعني جايز ممكن مع الرجاء يحصل اي حاجة يحصل هنا تعادل يعني فيا ريال طيق طلع بيرن ميونيخ فانت متخيل ايه اللي ممكن يحصل في الدنيا بعد كده ازا مالك بتعادل مع فرقه فيه مفاجآت كبيرة في الدنيا صح ففيا ريال بيطلع بيرن ميونيخ احنا قلنا بيرن هيمسك الفيا ريال ده يختصبه في المانيا ولكن فيا ريال فعلا طلع بيرن ميونيخ بتعادل معاه في ارضه التموح حلو التموح حلوة صح وبقى يعدي قابل مين ليفربول الفريق المحزوز بقى اللي دايما طريقه سالك والريال ده اللي تحس ان هو معمول له عمل يعني تحس ان هو مش سالك كده الريال هيقابل اسماهي دي اللي صعد مين مبارح السيتي الريال هيقابل السيتي فماتش يعني حاجة في الصحر مش عارف الريال ده لعب باريسين جيرمان بعد كده لعب تشيلسي بعد كده لعب السيتي او هيلاعب السيتي فمشوار طبعا الريال في البطولة خعب جدا احنا هنلعب في دور البلي مسافات طويلة يا سامة اسعد السعداني يا اسطنت حبيبي عبدالرحمن نور الدين اه ايه رأيك في ابراهيم عادل محمد مؤمن يعني والله يا صاحبي عادي يعني بصوا اي حد احسن من اللي عندنا يعني ابراهيم ابراهيم بقى ابراهيم عادل ابراهيم ظالم اي حد هتلاقي احسن من المجموعة اللي موجودة عندنا حاليا يعني مجموعة اللي عندنا معظمة عايزة تتفور يعني اه محمد نوح لانا بتكلم عن الدوري لا يا جدع ازاي ازاي بقى المفروض فارجوا يعني اتعادل معنا ما دي برضو من العجائب يا صح بس مع الناس دي احنا مفيش عجائب ولا حاجة يعني مين تاني مين تاني اه طب تتصحر اربعة بص بقى نمسك في السحور بقى اهم بقى جمهور الزمالك كده بقى يحب اللقطة يعني يسيب الدنيا كلها ويمسك في السحور اه سحر سعر بقى لخمسة ازاي كده جم بيجي في اخر لحزة فانا بتصحر كده طلق بسرعة شارب المية الله اكبر الله اكبر وراح ايه مأزن اه ياصل انا بتعموت في الفيديو وانت بتقل بتقلت ياسر جلال يعني انا مش بقلت السيس انا بقلت ياسر جلال خلاص بقى بقى ياسر جلال مش السيسي اه حبيبي يا واسس محمد عزب ازاي مالك حياتنا طبعا واحد ايه احداد ايه احداد كان اعمل حاجة كده بس الكومنت راح الاحداد احداد في الرجاء طبعا زي مالك هو افتخر اسلام ميزو من هو رقسة ما بقول لك ما تعرفش مفتاح الباب بتاع الاستاذ فين عشان نطلع نطلع ابو حافظة من الاستاذ بعد الطرد لا والله يا صاحبي اه 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 تومس هتتسحر ايه يقول لي اي رأيك فاي حد هقول لك احسن يعني احسن من اي حد فاحنا بقنا خلاص يعني وصل بنا الحال احنا عايزين نشوف اي لعب جديد وخلاص لو طالع من ناشئين فما بقيتش فرقة بقى فاهم يعني بس هو الوقت شكله شكله بس لسه هيجي مع الوقت يعني عمل كذا كرة وقط كذا واحدة كده وشط كم واحدة في البعيدة بس طبعا انت بتلعب نحية اشرف بنشارقي مش هيبقى زي اشرف يعني الفكرة ان هو ما ينفعش يتكارن يعني انت لسه ما حلقتش والله يلس والحتة دي طويلة قوي مش عارف ليه الحلاق مش لقيه رمضان بقوا كل سنة انتوا طيب والحلاقين اصلا بقوا عملة نادرة دلوقتي والله العظيم عايز اقول لك ان انا كان نفس اتعلم الحلاق دي وبقى حلاق ودهب اكتب دهب يا جدع دهب الله اكتب عليهم يعني اي دهب مفيش حد دلوقتي بيحلق اقلي من تلاتين جنيه تلاتين بقف كام واحد شوف انت زوز زوز العين منور الدنيا اه مروان حمد هيرجع يا ناقص شلق يقص لسه كنت بتكلم مع حد النهار ده والله بيقول لي فان رجع قلت له عمر السعيد بنتنقش في عمر يعني قلت له ما هو راجع يا مروان يعني انت طالع من عمر هيرجع لك مين هيرجع لك مروان هي نفس الكصة اللي زمالك بيدور فيها هتمشي اسمه ايه عمر السعيد جاي لك يا رمضان حمدي اللي اتنين اتنين متر واللي اتنين بيخشوا خلاص واللي اتنين بيتعافوا على اي حاج يعني مفيش كورة فاهم فانت هتخلص من دي هتخش في دي احنا في دوامة يا صاحب مش هتخلص هنطلع من عمر السعيد نخش في مروان حمدي بعد ايوم نكون اتعاقدنا مثلا مع انس اسامة في السلة جاي فروت اللي هو طول وما فيش اي كورة فعادي المشكلة مش هتتحلن تقلقش الفيديو اللي عملت بتاع الجيش هنمتكسب السوبر على الاهلي ده بشوفه لحد دلوقتي بموت منه مصطفى محمد كل عيش وانسا العسل ان انطلعي على الجيش وكان ايام جميلة والله فين بقى دلوقتي فين مش عايز يتيزم يا غدع مش عايز يتيزم يا غدع عشان نعمل ما فيش اللي ماتش مصري ماتش اللي فات يعني الله ربنا كرم متهزم فنتمنى ان هو يتيزم اه سؤال صريحي رأيك لو رزق لعب مهاجم صريحي اولا انا عايزه اصلا نلعب مهاجم صريح لان انا مش شايفه في الحتة دي من ساعة مجزة مالك ثانيا الحتة دي فيها اشرف بن شرقي بحس ان هو مش مش يعني رزق مش في مستوى اشرف لو اشرف في حاله فانا قادر استخدمه في التمنتاشر احسن يعني عن عمر اه احسن عن سيف اه احسن يلعب فروت مفيش مشكلة خلال يلعب في التمنتاشر انا ياريت ياريت يلعب على الاتنين دول والاتنين دول يعودوا او يريح والله ما فرقة خالص فلا طبعا رأيي نرزق يلعب يعني ايه اه فروت صريح شادي حسين لعيب جامد فعلا شادي حسين برضو من الصفقات الحلوة ولعيب كويس جدا 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 عبدو محمد هو الزمالك هيلعب في كاس العرب الاندية امتى عايز اقول لك بقى فعلا ان النهاردة نزل اه يعني اتحاد العربي دوت بعت للاتحاد المصري ان هو بيطلب مشاركة الاهلي والزمالك في البطولة العربية امتى في شهر سبتمبر اللي جاي سبتمبر ده اللي هو بيبقى تسعة فطبعا لسه الموافقة بتتعرض على الاندية اتحاد الكرة بيارد على الاندية وبيشوفوا مين اللي هيشارك مثلا اهلي اه او زمالك اه هيشاركوا او لو مش هيشاركوا يشوفوا مثلا اه حد تاني تعالى اندخل ممدوح معانا هو ابعت انت فين استنى تابعين يا دوحة يبعتوا للاندية يشوفوا الاندية طبعا هتوافق يروح مش هتوافق يشوفوا مثلا اسماعيل يشوف الكلام ده كله يا دوحة هلو هلو منور الدانية يالعبار رجالة الحمد لله انت عامل ايه انت طيبين الحمد لله والله كله زلفون جمع الوقت ما عاد نام ولا ايه مش عارف والله بعت لي جايلك كمان خمس دقايق مش عارف تلاقي بيعمل فيديو على اوباما او اللي حاجة كان خمس دقايق بتوخيتي المنطقة عندك بتوخيتي العزبة بتوخيتي العزبة اه ايه الاخبار الحمد لله والله كله زلفونج عايزين نشوف الناس دي بتقول معانا ايه كده خش انت في الكومنتات كده. نشوف يا باشا. وين الكومنتات? اه افتح الكومنتات. مفتوحة باشا والله. افتح الكومنتات وانا اشوف لكم معاذا. فهشام صلاح الباك اليمين بتاع الاتحاد. والله لعيب كويس وكل حاجة. بس لسه. جماعة انا انت عارب القصة كلها جماعة في ايه? مش كل لاعب نشوفه بيقدم ع فرقته كويس نشبط فيه. هقول لك حاجة وحيدة لسبب وحيدة. فيه لعيبة مش شخصية نادي الزمالك والاهلي. بتكلم على الانديات الكبيرة دي. فيه لعيبة بتظهر مع اندياتها بشكل كويس جدا 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 جدا. بس تتعالى هاتو الاهلي والزمالك ما يعملش اي حاجة في الدنيا. ليه? ما عندوش شخصية الفرق الكبيرة. عندك مثلا. انا جبنا قبلكد فكرين اه هسان باولو مسلاة. جبناها ادافت دوري مرتين. konnte عندنا عمل ايه? كان فهم? مفيش. دي حقيقة. ادافت دوري مرتين وكان في بارقام فرقة كمان. اه يعني فهم؟ عندك ماتا. مرة ت означ타 دك ليه?父انية بارق مرة كان هداف الدولي لم يأتي لدينا ثلاثة أربعة تجوان على بعض لم يأتي لهم تتكلم مثلاً عندك الأهل مثلاً أحمد الشيخ جاء الأهل هداف الدولي جاء عندهم لا تعمل أي تنجام ميته جابر عندك جاء أحسام حسن كان هداف الدولي في اسموحة وخارب الدنيا في اسموحة لم يأتي لدينا شيء لماذا؟ هذه اللعبة مع الفرق التي تلعب معها عن مؤسامة الفرق منتصف الجدول يلعب مع بعض جيم مفتوحة يلعب مع بعض جيم مفتوحة لكن يأتي قدام الأهل والزمالك ماذا يفعل؟ كومباك تابشة و11 لعب واقفين داخل 18 لا أستطيع أن تفعل شيء عكس ما يلعب مع الفرق منتصف الجدول مثلاً الجيش مثلاً يلعب فتلاقي ماتش مفتوحة فاللعيب بيأخذ حريته بيعرف يقدي بيعرف يجيب جوان لكن يجي عندك الزمالك يبقى مهاجم الزمالك مثلاً أو مهاجم الأهلي الفرق اللي بتلعبه موقفة 18 ألف لعب جوهة 18 هم ما عندكش شخصية الفرقة الكبيرة بس دي نقطة اللي أنا الناس كلها حابب أنها تعبفها وتاخد بالها منها كويس كل سنة وانتو طايبين وانتو طايبة كبيرة الله ينور عليك يا بوفن أحمد إبراهيم إيه رأيك فيه سيف الجزيرة قبل شهلا الرباع أنا بموت لما بشوفه في الملعب عاوزين مهاجم حلو ونص ملعب مكان أوباما الله ينور رجالة محمد أبوشرو إيه رأيك في أهاب جلال مع المنتخب جاوب بقى أنا أقول لك بقى على حاجة هتشوف فشل زريعة ما تمنيهاش يعني أنا ما تمنيهاش كده بس هتشوف فشل زريعة بأمانة بأمانة هتشوف فشل زريعة طب انت مش موافق يعني ان هو يمسك في المنتخب؟ لا طب كنت بترشح مين موافق على مين؟ باش يبص أقول لك على حاجة انت عايز مدرب أجنبي عنده مشروعة عنده مشروعة بنتكلم في مشروعة يا جماعة بنتكلم في النموة يعني هتجيب مدرب يبقى عنده هدف كمان أربع خمس سنين قدامي ما تبصش تحت رجلك دلوقتي معلش تعالى اتفرج على المنتخب السعودي السندي الناس اللي كان بتتابع مباراة المنتخب السعودي السعودي طبعا عشان يبقى المنتخب السعودي انا بتابع كل ماتشاط المنتخب يا جماعة منتخب مرعب منتخب مرعب رينارد عمل شغل عالي جامد جدا 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 مع المنتخب بتصعد أول مجموعتك تمام؟ مجموعة شرسة ومجموعة كانت صعبة جدا اليابان استراليا معاك الصين معاك فيتنام فوقت ان الفرع بقيت لها شأن دلوقتي في أسيا فأنت بتطلع بتكسب الاتجام المنتخبت كلها بتاخد نقاطك كاملة مع عدم مباراة واحدة بتعدي اليابان في اليابان كسبوك بالعافية وكسبتهم في السعودية وتحددت مع استراليا هناك وكسبتها في السعودية كسبت فيتنام فيتنام وكسبتها في السعودية لا. فهم كسبت عمان في السعودية وكسبتها في عمان. لا يا نفاهم؟ فهم منتخب مرعب. عملوا مشروع. صبروا. كان في مبارايات ودية كتير. ما احنا عندنا مش حدش هيزبر ان احنا نعمل تلات سنين واربعة سنين. هايزين المدرب اللي يجي تاخدوا الامب وساعدنا كاسعالم على طول. يا رشا هو منتخب ألمانيا. منتخب ألمانيا. عمل ايه؟ مش عمل مشروع. عشر سنين؟ بعد عشر سنين ده؟ توج ولا متوجش؟ عمل حاجة ولا ما عادش حاجة؟ ألمانيا دي كان فريق مرعب ولا مش فريق مرعب؟ عملوا مشروع وصبروا عليه وكات النتيجة اللي انت شوفته ده. كل الفرق الكبيرة بتعمل كده. كل المنتخبات الكبيرة بتعمل كده. لكن هجيب معلش مع احترامي. مدرب زي اهات جلال دلوقتي. هيلعب اقرب بطولة جاية ايه؟ تصفيقات افريقيا؟ تصفيقات في شعري ست. تمام؟ ما وفقش. ما وفقش. هنفترض نوعا ما وفقش. امشي هات غيره. طب انا كده عملت ايه؟ طب ما ايه حد هيجي هيفضل كده برضي؟ لازم مشروع. لازم مشروع عشان المنتخب. ولو ما رحش افريقيا فعلا احنا هنمشي. هيمشي. فانا لازم اجيب حد اصبر عليه. اجيب حد يعمل مشروع لمنتخب بصر. غير كده هزي. غير كده انت مش هتتقدم. غير كده انت عمر اسمك يعني فهم؟ ما هيكبر عالمي. يعني عمرك ما هتمثل منتخبك في كاس العالم زي مثلا زي الفرق التانية اللي اقوى ده يا م consist punk the promise from 1994 to 1998 to 1994 to 1960 to imagine الا الدور المصري او الدور السعودي. الق nuvian readers would be in the late the season? في الفترة virtual machine estudenskont! فترة Пол���versただ빛 Work Review andisierung Nazis C 망 Pak Rudy و cavidez وفترةalk with translator purchase? الطب اصنع. كان الدور المصري اقوى طبعا ما دور السعودي فكب كثير قطلب السماغing it can't give them a push to a push to a range of issues كان لست يعني الدور السعودي اه. كان نحن سفر على الشمال بالنسبه للدور المصري. كان ي Sque Komupia officially on international national field with Palestinian كاس عالم أربع مرات متتالية أنت وصلت تسعين آخرك وصلت تسعين تمام؟ أربع مرات متتالية وبعد كده 2018 وده في لوقت 2022 هل؟ وانتخب بيوصل كاس العالم ست مرات بيمثل في المحافل العالمية ست مرات ليه؟ ليه؟ عشان فيه مشاريع بيتعمل بس سعودية فها فلوس انما مصر يعني احنا ما قدرش نجيب ما نقدرش نجيب رينارد يعني لا تقدر لا تقدر 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 ما تقدرش ليه؟ هو ما عليك هو احسن البدري احسن البدري كم بياخد كام؟ 800 ألف دولار؟ هياخدهم دلوقتي يا أب جلال لا مصر 800 ألف مصري في الشهر في الشهر تمام؟ يعني كام دول ده كتير قوي يعني ياخد تقريبا مليون جنيه في الشهر يعني في السنة كام يا 120 مليون جنيه كانوا جايبين النهاردة الحزبة بتاعتها بجلال طبعا انت عارف ما نتوسطش احنا في الساعة بياخد كام وفي السانية بياخد كام الكلام ده كله طب 120 مليون جنيه في السنة انا ما اعرفش اجيب دول مدرب زي مدرب كبير يا عم هزود عليهم هزود عليهم 100 مليون تاني يعني بقى 220 مليون في السنة كلها مم ما اقدرش اعمل كده انا منتخب مصر يا جماعة انا منتخب مصر انا مش منتخب صغير يا انت متوقع الفشل اللي اهاب جلال طبعا الناس اللي كان بتقول حسام حسن بصوا حسام حسن عنده ميزة عن بقية المدربين الوطنيين يعني المحليين حسام حسن راجل عنده حماس كنا زمان بنقول انه حسام حسن حماس من غير فكر تمام بس في الوقت الحالي حسام حسن اتطور كتير حسام حسن كمدرب تتفرج على شغله اتطور كتير بجانب الحماس اللي موجود عنده والروح والدافع ولعيب عنده شخصية البطولة لعيب عنده شخصية البطولة يا ام 12 مليون مش ازي انا اسف يا رجالة حقوقوا علي السيار انا جبت ان نلسحي 120 مليون دي معز اللي بيسأل على معز هو معا مكالمة وهيخلص ويخش دلوقت هو النوح بيسأل سؤال بس عايزنا نجاوب عليه اه فين بقى السؤال سؤال تاني ايه رأيك نلعب بحازم امام هاف والمسلوسي باك وزيزو يدخل نص الملعب مع امام وطارق ويلعب بعبد الشافي واشرف الجبهة التانية حازم هاف حازم امام بيعمل اوفر مش هيعمل اوفر بيعمل اوفر في اقرب واحد واقف عالتمنتاشر التركيبة مش ماشية خالص مش ماشية هتخسروا هد في نص الملعب الوحيد اللي عندنا بيعدي وبيروغ وبيعمل اوفر صح يوحد الله هو ازيز انا بحس كده ان احنا بنلعب كرة لما زيزو بيعمل اوفر الولا حمزة المسلوسي احيانا احيانا على فترات متبعدة بيعمل اوفرات كويسة يعني ده احيانا لكن مش بصفة دايما ايه رأيك في ابراهيم عادل شادي عيسى مهند لاشين بتاع الطلاقع ناصر منسي عمر كمال وسامة جلال محمد بن رمضان كل اللي كان نفسه فيه قالهم ده 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 قال الدور المصف يقول ده ابراهيم عادل محدش يختلف عليه بصباح لعيب كويس ابراهيم عيش هادي حسين بس هادي حسين اللي انا عرفه ان هو اهلاوي فاحنا مش عايزين يقرر غلطة كهربا مهند لاشين اه لعيب كويس وعنده شخصية ناصر منسي من وجهة نظري لا ناصر منسي لا زيه زي احمد الشيخ عمر كمال عمر كمال كده كده بتاعنا خلاص كده معانا كده كده وسامة جلال اي حاجة ما كان عبدالغاني تمشي بس اقول لك الحاجة طب ليه قال او الله انا مش شاف ان عبدالغاني يحشي انا وجهة نظر انا عبدالغاني مدافع عنده ثقة تمام مدافع كمته حلوة تمام مدافع راكز وعائل لسه عائل صغير وشفنا نسخته مع جروسكا اتعملت ازاي بصوا ما كلهم مع جروسكا انوا حلوين بصراحة ده عبدالغاني كان عالمي ماشي مهداير هريكي من اللعبة دي عندها كرة بس عايزة اللي يطلعها وعندك البروف يطلع الكلام ده يعني البروف برضو ما هو يطلع الكلام ده اه هو بيقول لك اعكسها المسلوسي هاجم حازم يدافع بس زيزو هتكسبه في نص الملعب بقولتلك حازم لانه بيرقص حلم طب هو قال انسيب حازم المسلوسي في النادي اصلا رجعنا رجعنا في لكسة الترقيصة خدت بالك انت بس اقول لك الحاجة هو بيتكلم على ان احنا عشان نكمل الموسم ده يعني هو قد هم وحكين بس عشان نكمل الموسم هنمشي بالعرجة خلي بالك يعني هنمشي بالعرجة يعني استاذ اسامة ما بنشرقه يكمل مع الزمالك يعني من رأيي لا بنشرقه يمشي يا ريت يمشي طب هو الله عاصل تلك ما عايزه يمشي من رأيي ان هو يمشي اخر الموسم يعني والله انا ما عايزه يكمل في الزمالك ساعة واحدة ليه بقى الوقت ده بقاله سنة ونص ما اتدقش مطش ايدني بقاله سنة ونص كاملين ما اتدقش مطش ايدلي يوم ما جهت عمل مطش حلو عشان قطر اتقص عليه وقال لك مش هنجدد فعايز يثبت نفسه ويعلي قيمته لعب المطش الاطبط فيه لعب مطش حلو ليه عشان يتحط اعتداخت من مجلس الادارك مش هنجدد لك يا محمك يلا اتكل على الله وانتباح فيه عشان جدد لك ما تتقنصرش علينا انت في نادي الزمالك مش جهة تتقنص يا ريت الادارة تعمل كده بص يا ريت الادارة تعمل كده بص يا ريت الادارة تعمل كده طب هو عملوا كده معاه فعلا واجب نتيجة لان هو عمل مطش كوي بس وانت بقى هتحط اسبوعنا تحت درسك هتلعب بمزاجك وقت ما يكون جايلك الشوق تلعب بمزاجك تلعب مش عايز تلعب واتفخم علينا في الملعب مش عايز اقول لفز تاني تعملها؟ لا احنا مش تحت قبل سيادتك يعني نادي الزمالك هو اللي عملك انت كنت في الهلال السعودي ما بتشمهاش ده كان في الهلال الكور من ورا الجور ده اخره ما فارقش الدكة يعني احنا اللي عملنا تاني احنا اللي عملنا اسمه منجريد الحجم المساعد لمباراة النادي الاهلي والرجاء اتحبس حكام صيعم عبد المحمد سمعت عن الخبر ده النهاردة مش عارف تفاصيله بصراحة وجدت نظر انه اشرة فروقة وبنشارق والمسلسة واسلام جابروا حزمامو شيكبالك فاعلهم كده الخرص اللي خدوها لحد دلوقتي اسلام النوب معاك برضو شيكبال لازم يلعب من اول المتش ووباما يمشي عبد اللطيف وبنشارق لاعب جميل يوسف لازم شكرا لكم موجود وسمى جلال ولكاي ومهند لاشين مهند لاشين ماشي مهند لاشين جدا برضو بصراحة مم يعني هيكون اضافة مع امام وطارق وكيف انه لعب منتخب اللعب اللي كنته للمنتخب ده انا بحترم ك لعب ده ولي بالزبط لعب احنا كلنا شوفنا في الماطش اللي اللي اللعب مع المنتخب عمل ماطش على مد صراحة وبعدين وصل للمنتخب يعني وصل خلاص للضغط النفسي ولعب قصة جمهور وشاف. ناضج. 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 مش لسه هتزرع فيه حتة دي. عبايب قلبي قص خد يا قص تعال. يا قسما باي? قسما البدري باي? ده القص اتنين ده قص واحد قص اتنين. انا بعدتلك ايه ريكوست. تعالة عمو قسما تعالة تعالة. اقل واحد في الدرجة التانية احسن من بن شارق والله. بص لأ هو بصراحة هو كلعيب كرة كان ماشي حلو جدا. اه كان من اهم الناس عندنا. بس حاليا. قول اللي انت عايز تقول فيه. حاليا. انما هو كلعيب كرة لأ هو لعيب عالي. بصراحة. بلعب بمزاقك. ناصر ماهر لو لعب للزمالكة هيبقى عالمي ايه رأيكم? انا برضو متفق على ناصر ماهر من ناحية واحدة بس. ان هو عايز عطشان كرة. عايز يثبت للدنيا ان هو لعيب كويس. لعيب. الاهلي خسروا. فهيديك. هو بصراحة عنده كرة برضو. بس حياتة انوانة. اي لعب اهلاوي دي انا بحبهاش. معندوش شخصية. والله معندوش شخصية. بس هو تلع من قريب كده مع ابراهيم فاي وقال انا بقيت لعب محترف. فمش هيفري معي لعب اهلا وزمالك. عبيب يا سيمسي ما قاعد مع الناس معلش ده انا مبسوط انك مبوفر المتواجدين مع بعض. حبيب ناقص ومنور الدنيا. اول ما تفضى ابعت على طول. تلاقش. انا عندي مشكلة في نص الملعب. ما فيش حد بيمسو الكرة في نص الملعب. دي حقيقة تماما. تماما تماما. كان الوحيد اللي كان بيعمل كده هو فرجان سياسي ومن ساعتها احنا فقدين الحتة دي. مش موجودة عندنا. احنا لعيب. خلي بالك والله يعني انا عايز اقول لك على حاجة. اوباما ده انا عارف ان الناس كتير مش هيجبها كلامي على اوباما ده. اوباما من اللعيبة على قد ما هو سيء. وعلى قد ما هو مستوا في النازل. وتنح. بس سبحان الله. وهو مش موجود بتحس بعدم وجوده. مؤثر. والله عارف الوحيد اللي بيربط بين خط النص والخط الامامي. حتى هو وحش. بيعرف يربط الخطين ببعض. دي الميزة الوحيدة اللي تخليني اخلي اوباما من وجهة نظري موجود في الزمالك. ان هو الوحيد في الجيل الحالي في التيم الحالي اللي معك ده اللي بيعرف يربط بين الخطين ببعض. حتى هو. واحيانا بيعرف يمسي الكورة وبيعرف يقف على الكورة في الملعب. قلت بيقول لك نصر مهر عايز الزمالك ومن اقرب صديق لي. طبعا نوسمان بدري انت عارف. بيبقى عنده دايما معلومة. سيقة سيقة. احنا عايزين ناصر مهر مع امام عشور وطريق حامد هتتفرج والله على عظمها. ده ميزو الشيخ. الفرجاني راجع عبدو محمد. والله يا ما عندي معلومة ومعرفش هيرجع ولا لأ عشان ما اقولكش اي حاجة آآ كلام يعني. يا عام اوباما مؤسر بس ايه? مؤسر ايه? ارحمة ده بيجيب لي جلطة. هو مش بيجيب لك. على فترة يا ممدوح. في ناس كتير اوي بتفتلف في موضوع اوباما ده. انا لاقي ناس كتير اوي بتبقى معاه ولاقي ناس كتير اوي ضده. ما هي القصة في كده بقى. عبدو ريحيا ومحمد الالي اتنين لعيبة ممتازين رقم عشرة. عبدو ريحيا لعيب كويس. عنده كرة حلوة. بتاع المحلة. اه. عبدو ريحيا. لعب ماتش جامد اوي قدام الاهلي. الماتش اللي خلص تلاتة اتنين. اه. الودة الودة عنده كرة. وعنده شخصية. احمد رفعت ولا بن شارقي? في الوقت الحالي? ولا ده انا بالنسبة لي على فكر احمد رفعت مش مش اللاعب الفز يا جمعين. احمد رفعت كان عندنا ما عملش حاجة. ما قدم لناش. يعني معلش احمد رفعت لما كمه انا ما قدم لناش. ما قدمش اوراق اعتماده. عبش انت. بس ممكن يكون ما اخدش فرصة بس هو اللاعب كبير. صح? ما قدمش اوراق اعتماده. ما قدمش اوراق اعتماده. اللاعب اللي عايز يثبت نفسه عن مؤسامة بيستغل لنص فرصة. عشان يحط رجله في الملعب. ام. اه. انت طريق حمد لما جبته. كنت جايبه ليه? اللي عايز يعمل ليه بعد ريكوست يا جمعين? اللي عايز يخش هنا. انت طريق حمد لما جبته اقسامة. انت جايبه ليه? فاكر? انتموحة? اه كنت جايبه ليه? عشان كان نص ملعب بتاع دائرة. لا كنت جايبه بديل مين. اه ده كان دكة اول ما جيه? كانش بيلعب كمان. جايبه بديل لمين? لمحمود. وابراهيم صلاح. ومحمود عاب عايزيز لعب عليه كمان عايز اقول له. ابراهيم صلاح بها. ودونج اللي جيه وراحل اسماعيلي ده لعب عليه. ايوه ابراهيم صلاح ده في الوقت ده كان اعلى نص ملعب في مصر. كان لعيب عليه جدا. كاللعيب عالي. تمام? لما طارق حميد خد نص فرصة نزل ما طلعش تاني. حصل او لا ما حصلش. قدم اوضاع اعتماده من اول فرصة خدها. مكتهد ولعب وبرجولة وبحماس وبص. قول زي ما انت عايز تقوله. اسلام بص هو بيتكلم على الفترة الاولى لما جيه. مش بيتكلم على احمد ريف عبدالوقتي وتكلم لما جيه الزمالك. ما عملش حاجة. لما جيه الزمالك. اه انما هو دلوقتي هو لعيب عالي طبعا. وراح المنتخب وشارك في كاس العرب وكان من احسن اللعيبة كمان. وحاليا بصراحة لعيب من احسن اللعيبة في مصر يعني. لعيب كويس. انا ما قلتش ان هو مش كويس. بس انا بتكلم ان اللاعب اللي يعني يستغل الفرص. انت عايز لعب يستغل الفرص. يعني انا بديك مثال اهو بتعطرق حامل. لما جيه كان احتياطي. وجيه ونعب خد نص فرصة مسك فيها جعبة مطلعش. هو ده. هو ده اللي انت عايزه بقى. اللاعب اللي يتمسك بنص فرصة. الفرصة اللي هتجيلك النهاردة مش هتجيلك تاني. هو ما معجوب برضو استغل الفرصة. مع انه عايز لسه صغير. واثبت نفسه. صح عبدو عايز يدخل معنا بعد كيلو نشوف كده ناخد رأيي برضو ايه الناس اللي معايا نفاهم? ابراهيم صلاح معروف موسف رحمة توفيق. واحد زي اسلام جابر. اسلام جابر ده لغاية النهاردة مش عافي قدي بحاجة. والله. يعي. مش هو جاي هو امام مع بعض. اه. امام دلوقتي راجل اساسي. لا وامام هي باساسي منتسى بالفترة اللي جاي كمان. راجل اساسي ومؤثر. مؤثر. معلش? تزديدات بيسدد بيجيب جوان. ممكن يخلص لك ما تشوف اي تزديدة. الكلام ده كله مؤثر. اقدر ان هو يستغل الفرصة. صح ولا غلط? صح. هو ده الفرق بقى. الفرق بين اللاعب اللي يستغل الفرصة واللي ما يستغلش الفرصة. احمد رفعت يا كابتل منوح بيجري بالكورة على الخط حلوة قوي? ولا انت ارى? ما انا بتكلمك احمد رفعت مش وحش. مش وحش. احمد رفعت مش وحش. انا بتكلم على الفترة اللي جلنا فيها نادي الزمالك. الراجل ما قدمش اوراق اعتماده صح. بس هو ده اللي انا بتكلم فيه. اسلام جابر عالة والله مسكين في لي مش فاهم مسك عليهم زل بيت ده خالد مهران. محتاجين رمضان صبحي بشدة. اه الراجل اللي ده سنى موجود سمعنا? اه. انت عندك كم سنة? انا عندك ايه. انسيت ولا ايه? بفكر. لسه ما استحابك. انت اللي هتاخد السؤال ده. الزمالك محتاج رمضان صبحي? اه. ليه بقى? قول لي بقى ليه? يلا ديني رأيك كده. عشان رمضان صبحي بلعب حديد. طب الزمالك محتاج ايه تاني? محتاج صفاقات مين? عايزين نسمع منا. تدخل عشان تتكلم. يا ابني قول ما تكتبش? انت نايم يا. قول ايه? طب عايز لي نمشي من زمانك. عايز محمد الشرف روق. ومين داني? هو ده بس. ده بس اللي مشي من الزمالك? والمسلوسة عادي بالنسبة لك? والمسلوسة. ماشي يا عم. فاكر المسلوسة الفترة بتاعت التوقف اللي الزمالك ويفها الاربعين يوم دي ورجع بعديها عامل ازاي? كان غول. الاخر الدول السنة اللي فات. اه. رجع غول. رجع الناس كلها بتحليف دي. مش عاملوا قد انتكس تاني ليه? ده فعلا اخر خمس ست ماتشاط ما كانش ليه حلو. كنا ساعتها بنقول ازاي. موت. كان جامل? والله كان جامل. ما عرفش بعد كده انتكس ليه? ايه بحث? لا. ايه بحث. والله انت ما تفهم كونه. طب يعني بعد اذنك عمؤسامة بس. ربدا. هو ممكن ندخله معنا بس يفهمنا وجهة ناسة. عشان. او انا مش عادة بيقول اللي كان موجود. لا بجده يعني فعلا انا والله العظيم ثلاثة على فتك انا مزعلش جدا جدا ابدا نهائي. لما حد يقول لي مثلا في حاجة معينة انت ما بتفهمش. فانا حب اتناقش معاه عشان اعرف انا غلط في ايه. انا من الناس دي بصراحة. عمر بيقول مش انت. مش انت. لا يا حبيب قلب ولا على فكرة الحوار ما يزعلش. ده بالعكس. خد يا عم الراجل بقول لك انا نفس ادخل معاكم. يا عم ادخلنا. ناخد الناس كده كل واحد ياخد سؤال. بالزبط كده. حسب الله نعمل هوكيل في يوم ده سامير ماجد ده شايل ومعابي. يا عم اسامة احنا عندنا اوباما رؤى مسلوسي عمر السعيد الجزيري. محمود علاء لعيبة ما ينفعش تلعب في نادي الزمالك وربنا لعيبة درجة تانية. ده محمود الماجيك. حودة الراي. معكم من نيويورك يا وسامة. من امر الدعم. احنا من نيويورك كلهم. اخوة يا قوسة الزمالكاوي الجميع. اقول راجل جمعي نوع. الله يا حمال. طيبة ماشي. طيبة ماشي. وانت طيبة. تماما كويس كده? لا كده تمام سامة. بص وطي صوت التليفون. وطي وطي صوت ده. انا زمالكو متعصد جدا. يبقى مجير فاني للمنتخب ولا لا? انت باي يقول لنا السؤال ده. ايه? اخر سؤال ميه هو الحسام حسد يستحق يبقى مجير فاني للمنتخب ولا لا? فانت لتجواب بقى. اه هو يستحق بس اه فكر حسان حسن عاوز اه مدرب برضو خبرة معاه. اللي هو لو يبتدي مساعد يبقى كويس جدا. ملت عملت خطوة جدا. مساعد. مساعد. اه لكن هو عاوز واحد برضو يبقى يسيطر عليه. انه هو اوقات اه ما بيدرس يسيطر على نفسه. بتروح منه يعني لكن هو حماسي هو هيخلي لك اللعيبة تطلع كل الطاقة كل الطاقة كل الطاقة اللي عنده. ما فهم? كحماسي يعني. لكن ممكن مطش مهمة ومطش حاجة عصابه طفليت ويبوز عصاب اللعيبة معك. يعني ما يطلحش من الاكتر. لا انا نجة نظري ان هو مع صلاح ومع الليل الموجودة دي صعب دلوقتي. صعب. ده ابو ايهاب جلال اللي متك ده. ايهاب جلال هادي جدا. لو في فضل سيطرته صح? اه هينفع. هتمسي معه كويس. بس يفرض سيطرته جامل جامل. محدش يتحكم فيه. يعني هو يفرض سيطرته جامل جامل. بالنسبة للزمالك بقى احنا كالترخلنا كالزمالكوية ان احنا مستحميل نخد دلوقتي. بس حسب الله نعمل وكيل في اللي واقف الكتل زمالك. زمالك باللعبة دي مفروض ينزل درجة تانية. يعني انت فعلا زمالك باللعبة دي مفروض ينزل درجة تانية. احنا كالترخلنا ان احنا بنلعب. على فكرة انا مكنتش مع فيرا مدرب جميل جدا. مدرب كبير ومدرب بحاجة عالية. بس هيعمل ايه مع لعبة زي كده? انت لو حتبص على دكة الزمالك ما عندهوش تلعب يغير النتيجة. انت لو بتلعب غزل اللي لو بتلعب السويس. انا من السويس اولا يعني. عمر اللي عيبة بداحة الدكة دي محط غير النتيجة. فانت من سن ايه من من سن ايه من فيرا? هينزل اللي لعب هو? او سينزل اللي لعب. هو انت مع ترامي عمر السعيد ده لا يصلح من لعب نزة مالك. نزة مالك اسم كبير. ايه? ولا الاي الاجي تاني والله. معلش اسم كبير. اسلام جابي الراجل من جوه اصلا اهلاوي لو كان حتى بيخدمك بس عمره ما هيلاقي نفسه لاني ايه من جوه? ما هيلاقي نفسه. انت بتكلم على الرمضان صبح الرمضان صبح العيب كبير جدا. انت نسيته لما حرق دمنا لما وقف عالكورة. انت عاوز دلوقتي هو يدافع عننا وهو هو اللي فرحنا. وهو اللي وقف عالكورة. وحرق دمنا شهور وسنين. انت نسيت الشرطات لما كان هو وقف عالكورة. ده عمالوقتي على كل حاج. العيب جميل. انا بحبه واصع بك. بس يعني من جوه اهلاوي. ونسايبه اهلاوية. ازاي هيفرح للزمال كوية? ازاي? رمضان صبحي للزمال. انا اتمنى ان العيب زي في كلمة رمضان صبحي يجي زمال. انا بتمنى يعني. العيب في كلمة رمضان صبحي يجي زمال. اشعر في المشارك يا العيب يا رب يغددوني. وديلو. وديلو مزاجه كويس عسان يديكم الملعب. لما كان مزاجه حلو متعنا. متعنا وجاب لنا كزا بطولة. ما تديلو. امير مستني ايه? هو اصلا برضو عبق على امير لانه برضو كيده واقف والدنيا واقفة. فهو برضو احنا مضطرين احنا نستعمل اخر الموسم. لو احنا طلعنا بطولة احنا هنحمد رب دونها. احنا طلعنا بكاس او طلعنا بدوري على العيبة دي احنا بقول لك امشجع زمال كوي انا واحمد رب دونها. لكن انا انا بشو متوقع انا بيرابون زي ما قلت لك في الاول مدرب جامد جدا. بس عمر اللعبة دي ما هتقدر تجيب لك حاجة. امكانياتها كده. اللي جيه بقى اللي قال لك انت هو عمر السعيد ده جيليه. عشان في اخر دي اف الدوري لما لك النطش خلص هو اعجبوه بقى على الشيش الميديا لان هو النطش خلص وانا زمال كوي وبتاق هرجع الزمالك ورح نايم في الزمالك. لا اعجبوه ده حرام ينام في زمالك. حرام ينام في زمالك. حرام ما انا اتفرج على المطش وانا تحري دم كونه مرة كده. ده العيب المطش اللي فات كل لمسة بفاول. سواء كرة معاك. كرة مش معاك جاي بفاول. اه حرام. انا بتمنى نص الملعب نص الملعب مع الزمالك لو امير مرتضى سامعنا فعلا. معاك? اه معاك. بتمنى محمد داشين وبتمنى دونجا وبتمنى فرجاني لو رجع. بصير تماما انه نص الملعب بتاعك هجببك جامل جدا. سواء اتنين لعبوا اتنين غيروا اتنين واحد الصاب واحد لعب واحد لعب انت نص الملعب بتاعك هجبقى اقوى نص ملعب في افريقيا. فاهمي? اه من الملعب بل المسلوسي برضو انا لعيب بشتلاقي نفسه. بشتلاقي نفسه في الزمان. يابونه مدردين كتير ومشتلاقي نفسه في الزمان. ماشي يا عم عبد. الراجل اللي معنا ده بقاله شوية يا عتمكيه. انتج. مش مصدق باين يا ابني. نعم. نعم. سمعنا كده كل تمام? سمع عليكم. اه. ايه عايز تقولي ايه? اه شايف اللي احسن حلل الزمالك دونجا اه اه اه. دونجا لو جيت الزمالك احسن حلل الزمالك. اه دولة. تقول. حبيبي عمنا. دونجا 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 يجي. عملي يا وحش. احسن نحل دونجا بتاع بيرامدز. لو عايز مين يمشي من نادي. ديني كم اسمي كده يمشوا من نادي. بن شرقي. ماشي. بن شرقي. اتعندك كم سنة? حبيبي. عملي حبيبنا. طيب. عملي حبيبي يا وحش. عملي عملي. عملي انت عملي ايه? انا زي الفل والله والزمالك معك لنعلينا. ارميل اللي عندك. فالله هتعبنا سمع نعمل ايه طيب? هنعمل ايه في المنظومة كله? احنا تهبنا والله صعب. احنا نريد. انت صعب تاخد دوري سنتين وارا بعد يا برينس وعارفينها وشكبالة طلع عالع برضو في التليفزيون. قالك صعب تاخد دوري سنتين. انا عايز بس افهم حاجة يعني عايز اقول لك على حاجة يعني. هو مفيش غير الحاج عامر حسين هو اللي يعني يدير طول حياتنا ولا ايه الدنيا يعني. مفيش كادر يعرف يديره الكرة غير الحاج عامر حسين? انت شفت خالد الغندور كان بيقول لك ايه مبارح? كان بقول لك انا كلمته في المنتوشة المنتوشة بتاعتنا بالنسبة للضغط وكده. قال له سهلته يعني بالنسبة للتأجيل للنادي الاهلي وبراملز والمصر. تأجيل عادي بيلعبه في افريقيا. طيب بالنسبة للزمالك الجولة اللي اربعتاشر اصلا المفروض ان هي هتبدأ بكرة. تمام? هتبدأ يوم خميس. ليه الزمالك يلعب يوم التلات? هو كده كده لعب ماتشين كل تلات يعني. يعني هيلعب كده تلات متوشة في اسبوع. ليه? ليه? تمام تمام ماشي. وهيقع اسبوع عشان يلعب ماتش الاتحق. بالزبط. ده ليه بقى? ليه بقى? زي السنة اللي. اه ليه بقى? ما حدش يعني. يا ماشي ماشي. لا يا مستهلة عمو سمع. عليش يعني زي السنة اللي فاتت برضو لما زي زي نقولنا الكاس. ماتش الكاس. لما خسرت برضو بنشاري. سعيتها برضو نفسك. تمام? فضغط المباريات بقى هيتولى مع الزمالك. في حين بقى لما الاهل يخلص الرحلة بتاعته الافريقية سواء كسب او خسر بقى بتاعه. طبعا صعب ان هو يضغط زي السنة اللي فات. ده صعب حتى لو الدوري هيخلص في شهر عشر. شهر احداشر مفيش مشاكل. بس الموتوشة هترجع ايه? هترجع كل موتش للاهلي اربع خمس ايام. تمام? واحنا ايه? واحنا عايشين في نظرية المؤمر. يعني اضغط الزمالك واعصر. تمام? زي الفل. يعني انت حاولت تأجل حتى السنة اللي فاتت مفيش كمام ده. وبعدين انت خسران برضو على فكرة يعتبر خمس نقط بسبب الضغط. يعني ماتش اسموحة ده انت كنت معصور. يعني لو هتلاحظها برضو هتفتكر هتلاقي ان انت مبغوط برضو كل تلات ايام. ورجعت على ماتش اسموحة كده ايه? عادي برضو. واتضغطه وخسرت برضو بسبب الضغط. بسبب الضغطه والقرحطه. فنفس القصة برضو ايه? يعني التلات نوشة لازم تسقط. لازم تسقط. تمام? لازم تريحه بتاعه. وحاجة اخيرة بقى اقول هالك بقى معل. قولي. انا اش عارف اقولي بالنسبة لنادي البيانات ده. هو ما فيش يعني الاربعشرين ساعة بيانات و ايه الدين? انت يعني بتتحققوا علينا لو تشتغلوا. طبعا. الارضة 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 بيان كده للحكام والبار وكام بيان يعني كام حاجة نزلت في البيان كده. اه. يعني ايه طيب? نورة. هم عايزين ايه? عايزين ايه? عايزين ايه? عايزين ايه? عايزين سيد عب حافيزي يعكم يعني مسلا? عايزين يدير الليلة سيد عب حافيز ولا ايه الديني? انا مش شايف اي اخطاء يعني مش شايف اي اخطاء فاجهة عشان انت مسلا تتكلم عادي يعني ايه مش شايف اي حاجة. لو انت شايف قل لو انت شايف خطأ مسلا اللي هو ايه واضح مسلا او هما شايفين حاجة احنا مش شايفينها عادي برضو ان مش شايف بيان كل سنة. البيان ده مش بص مش هدف ان هما يعني ايه. موجود والله اغريب. ان هما مسلا ايه 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 اخصر النقطة لا او ما بيبصوا اللي قدامي معنا. اضغط على الحكام من دلوقت. تمام? والدنيا تمشي عشان ارهب الحكام ووافري طبعا وبعد كده نشوف الدنيا ماشي ازاي. هسيب بقى الكلام للرجالة اللي معنا عشان ايه عشان كترنا عليهم. ماشي. لورتانا يا حبي. حبيبا. حبيبا كوال. حبيبا ابوك. سلام. بسان طيبين يا جماعة. انت طيب يا كبير اسمك ايبقى? اسمه حسان من البحيرة. ايه بقى شايف الكلام ماشي. انا بقى انا امتبعك من ايه منام غزل المحلة وسایبت مفاصلي والكلام ده انا امتبعك على بقره من زمان. بس انا يعني ايه اللي خلاني طولت لما بتتكلموا على اوباما وانا انا شايف من وجه يتنظر ان اوباما مش وحش. ان اوباما مش وحش. يعني انا اختلف في النظرات بتاعتي ان اوباما وحش. وكان اوباما مش وحش. اوباما انا شايفه احسن لها برقم عشرة مصر. بميور دي الله يعني. انت بقى تختلف ما تختلفش ده بتاعتك انت. كل واحد ليه وجهة نظر. طب قول لي ليه? ايه? 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 اوباما لا باشا. اوباما اوباما على رأيي المزعين بيقول لك ايه? بيقول لك ان هو اللي هو مبانش في الملعب بس بيكون كرة بخلصها بخلصها في جوه. تمام? انا هتكلم على مات شفاركو. لما ليفش كبالة رفع كزا عرضية. تمام? لا سيفك دي. لعب لعب اي دربة رأسية او اي حاجة على المرمى. او عمر السعيد اللي هو فعلا ان هيصلح للعب اللي ناتي غزل محلة. مش للزمالك. اه اختلف اه في واحد من اللي اطلعته بولك محمد الشفراء يمشي من الزمالك. لا ما يمشيش من الزمالك. يمشي من الزمالك ليه? واحد زي امام عشول زي ما الباشا قال لك اه ان هو اثبت نفسه. اثبت نفسه فعلا هو اثبت نفسه في الملعب. وكان المفروض كان يلعب اساس في مات شفاركو. تمام? اه المفروض كان ايمن حفن ينزل في مات شفاركو. كان مهود ينزل. اسلام جابر هو جاي يلعب. يا بشار? انا معك في حتة ان ايمن حفن كان لازم يقاليه دولة في مات شفاركو. ايوة انا بتكلم ان ايمن حفن كان نزل في مات شفاركو. ايش كابلا لما نزل قد في مات شفاركو. تمام? محمود علاء اه هو حلو. بس بيعمل اخطاء كتير يعني عمل اخطاء كتير قوي في مات شفاركو. يعني ضربة ركنية ترساب على انا في اولاد. وفعلا هي فاولات مش اقول لك مش فاولات. لا هي فاولات. انت بقى تسأل في حتة رمضان صبح هيجي الزمالك او ما يجيش الزمالك صح? اه. انا في الادارة لو مش هعرف اجدد ابن شرقي في بديلين. يجيب احمد رفعت على هذا المستوى. مستوى بتاعه. يجيب رمضان صبح. بس الاولابية لو همضي همضي. رمضان? انا بقول لك لو بن شارك مش هيجدد الاولوية لحمد رفعت. ان هو هيمضي. لحمد ايه. تمام. اه لكن هي لعبة الزمالك مغنوش رجالة على الاطلاق وماتش بطلق خالص. ولا ماتش المقصة اللي احنا ناخد رأيه معانا بقى. لو انت شايف غير كده قولي عادة يا وسامة. ناخد بقى الراجل التاني. صباح الخير اولا يا وسامة صباح الخير يا بوفون. عبيب صباح الفل عليه. طبعا انا تيتو برمنجهام ميلا قديم للسرق وبنعمل انا وانت من ثلاثة اربع سنين وفاك اتقارت الاسم ده تيتو برمنجهام. باك يا باشي. باك الحبيب. باك الحبيب عم بوف انا عملي ببركة. والله بخير. كله ذات بو. وسامة طيب. وسامة طيب يا حبيبي. بس يا عسي. هو فيه كرارات كده تاخد من شراء المتضب منصور في خمس عيبة يمشوا. معنا من قول طريق حدقة. بس خمسة فضو يمشوا. فرقة تنضف. جيب لعيبة على قد المسئولية. عشان التقيلة الزمالك ما ببانش يا جماعة. يلا عم من الاهلي زي ما ما ببانش ولا ابوه ما ببان. ولا الجزيري ولا عمر السعيد ولا الناس ذي كلها بتبان. حط ماتش تقيل ما ببانوش. ماتش مدغوط ما بيش ببانو. افريقيا ما ببانوش. باشا نيجا انا ماتش بقى فاركو. سكسان انا ماتش الزمالك. مورد كده كفاء عليهم. عزين دم جديد. لعيبة صوبر صوبر فانا الكلمة. صوبر مع الكلمة صوبر. واللعيب يتنطل على زمالك كيفش? ما تنطلش على الزمالك. ده احنا عصابنا بتتعب. عصابنا بقت بتتعب. والله العظيم الثلاثة الواحد عاد بهمل في شغله وفي شركته وفي كل حاجة. بسبب الزمالك. واللي بنشوفه من لعيبة. واللي بنشوفه من اللعيبة. يعني كل شوية لعيبة. اصلا لعيبة عايزة في لقوس. طيب انت عملت ليه انت? انت خدت الدورة واقعدت. بدأت دورة ازافت خمسة اتنين من الاهلي. افريقيا ولا ماتش اكسبناها. ولا ماتش. يعني ما انت مستني يتلعب يتلعب امتى يعني? وعمل حسين عملي ضغط الزمالك ليه يعني. الزمالك خلاص طعم افريقيا ادي له براح يا عمل زيزي الانديات تانية حتى مش نقول لك ان نستنى لما الاهلي يجي يلعب لا يا عم. احنا عايزين زينا زي كل الانديات نلعف معايدنا كل خمسة ايام كل ستة ايام ماتش. عشان الرجل دي يعرف شيفش يغلو. له افريقيا ده. افريقيا اللي براح بيلعب بتشكيل مختلف من ضغط المبرايوات. يعني لعب امام عشور بشوت تاني لو بلاعب شطلة اول من بيفرق معك في الملعب. يعني في لعبة خلاص يعني في لحيبة خلاص كده يعني كفاء عليها كده. فاقمني يعني لعبة. انا شايف ان هي كفاء عليها كده. بس انت في الوقت في وقت مزنوء. ولازم اللعبة ديت تستفاد من الاخر الموسم. انا عندك سيد نمار لعب امبرا شطلة اولا اي ده. لعب عشرة على عشرة. اعتمد على الناشئين شوية. انا تاخد ثلاثة لعب الناشئين اللعبهم. وفي كل المكان. انا عندي نقص فيه اجيب لعب ناشئ اللعب. فيش مشكلة. انا كده كده. دي مزة البروف بقى. اللي هو بيحب الناشئين. بيحب يطلع ناشئ اتنين ناشئين في الموسيقى. عنده الميزة دي بصراحة. يعني انا سيد نمار مبارح. انا كنت مبسوط به الصراحة. يعني يعني انتبهت ليه في طول المباراة. لعب يلعب كورة كويس. كورته حلوة. مع المشاط هيجي هيديني. ولعب هيكل النجيلة زي ما بقوله. يعني طب انت بمضيون فين دوقت. انا بحاجة ضمرتنا بصراحة. ما ضمرت النادي. ضمرت النادي. اه امه قبل ما يمشوا ضمروا النادي. لما اعرفوا ان مرتضى بي راجع. قال لك يا الله بقى انا ماشي ايه. صفر اعرات على انسيبهم. اللعبة الصويرة دي بتبلاشت لسموحة ولهنا ولهنا. طب انت يا جاه دلوقتي مش لعبة تلعب اساسا. اللعبة اللي عندك اساسا يعني فيه لعبة مش كفو امرها. ما بتلعبش كورة. خافة الفيلمنا تقيل عليهم. التشارتة دي تقيل عليهم. بنزلوا للملعب الخبص وبعدها. طب انت قعد تعمل في الزمالك يا حبيبي انت هو. فعلك كده. حتى بناشي لما يخسر. انت لو مش هتلوم عليه. لما اعمل مطش كويس. ويخسر. انت هتوقع في جنب وهتسانده. اندعبها كبيرة. ما فيش مطشات بيعملوها حلوة. مطشات تقيلة. ونساند ونشجع وندعم على الميديا ولقا وكده. طب انت بتدعم مني على طول. انا خدت منك ايه? مطش حلو. تلاتة لقا. مطش حلو. وتروح افراكة من فيش. موضوع سابع محبوب. ماشي ناخد رأي الراجل اللي معنا ده برضو. حبيبي عسوس. تعمل ايه? انا نوع. سان طيبة صحيح. انت بالصحة والسلام يا حبيبي. قل لي بقى الطريقة اللي انت كنت بتتكلم عليها دي. بص يا عم احنا دلوقتي اتحكم علينا ان احنا نكمل الموسم بالمنظر ده. مم. حلو? طيب. هقول لك على حاجة. ما نلعب في التشكيل شوية. طول عمرنا عادي يعملين بنجرب. صح? صح. طول عمرنا. كل مطش انت عمل بتجرب شيء. وبيفرد عليك برضو طريقة اللعبة بتاعتك. والناس الخمات اللي معاك. بيفرد عليك طريقة لعبة يعني ما بتتغيرش. حلو? لما جي فريرة بدأ يضبط شوية ويخلي الزمالك يلعب شوية كرة على الارض. لو تفتكر من قبل فريرة ماشي انت كان كل الكور اللي انت بتلعبها الطلية من وراء القدان. كنتش بتلعب لديها حاجة. يعني من اول دقيقة في المطش انت بتلعب كوا طلية من وراء لقدان. يطلع عمر السعيد. يحاول ان هو يحطها للناس اللي في نفس الملعب اللي هما مش موجودين. صح? طيب. عندك واحد دلوقتي عملين بنتكلم عليه وبنقول ان هو احسن اه رقم عشرة في مصر. اوباما. جميل? اوباما مش اختلف عليه في حتة ان هو احسن لا. هو ممكن يكون شوية احسن لا. بس بغزالة. هل ينفع للزمالك ان انت مسلا بتنافس على دوري? انا بتاعتي عليت ودقتين تاني. الغزالة مش رايقة? اكيد لا. طيب. انت دلوقتي هنتكلم بقى في احتراق. يبقى انت دلوقتي عايز ناس كوية تمسي تكورة. طيب. اوباما مش حل. طب ما تلاعب زيزو. ما هو زيزو لاعب في الحتة دي. وابني زي زمان لما فريرة كان موجود وكان برضو الخامات اللي معها مش قد كده. اه وجاب لك دوري وكاس. عمل جبهة. عمل جبهة بالنحية اليمين. ماشي? حط اتنين. وهو كل واحد ادى في الحتة بتاع تليه. واحد لاعب هط واحد لاعب باق. بس ان انت عندك ايه? ايه الجاري اللي انت بتجريه. ما 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 بقاش اكبار عليك ان انت مسلا لما زيزو يعضي راوغ ويروح وييجي وبتاعه والالتحامات اللي بتحصل دي يتعب من اول نص ساعة. لا خلاص خلي زيزو في الحتة بتاعت النص وهو كده كده اساسا يعني بوقف على كرته حل. تمام? واقلب الناحية التانية خلي مسلا المسلوسي قدام بما انه كده كده ما بيعرفش دفع. خلينا متفقية. ان هو حتى لما بيلعب مع منتخب تونس في الحتة دي. منتخب تونس بتلاقيه طاير. يعني طاير في الحتة دي. عنده مساكين يقدروا ان هما يقافوا في الحتة دي حلوة. يعني ممكن شوية يقدر ان هو يعني ايه? يعمل فاول. اه يوقف الكورة. وبالما المسلوسي يرجع. خلاص يبخلي المسلوسي قدام لعب حزم تحت. حيس ان هو لو هيعمل شوية فرصات. يقدر ان هو ايه? يعملها. جميل? دي بالنسبة لنحية اليمين. نحية الشمال. ممكن برضو تلاعب اشرف تحت. ماشي? يعني جنب زيزو. تلعب اتنين. نزل بقى واحد تحت فيهم جنب طارق وجنب امام. ماشي? وتلاعب النحية التانية فتح وعب شافي. يعني تبني برضو الحتة دي. واحد بيدفع حل. ماشي? واحد تاني بيهاجم حل. بكوهاب. بكوهاب. الله ينور عليك. لو تفتكر. في بداية فريرة لما يجيب مع الزمالك. ماشي? مش الفترة دي الفترة اللي قابليها. ما كانش عنده لعيبة. بس عمل عمل من الفسيخ شرباط زي ما بيقولوا. قدر انه يعمل جبهتين من النار والناس كلها اشهدت به في الموسم ده. لان في التوقيت ده ما كانش عنده لعيبة برضو نفس الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. انسى بقى روقة. انسى بقى اسلام. انسى الناس دي. جميل? اصبح دلوقتي عندك اتنين عتاولة في نص الملعب. اللي هم طارق وامام في الحتة دي. اللي اتنين بيلعبوا بغل. اللي اتنين بيلعبوا بغل. يعني في الحتة دي هتلاقي ايه? هتلاقي في جاري. في الحتة بتاعة نص الملعب. ايه ان كان بقى طارق او امام هتلاقي فيه جاري. هل? حتة اللي قدام هتلاقي فيه حد يمسك كورة. غزالة بقى اوباما جات. كان بها يعني فايدة لنا. ما جاتش خلاص. ونجرب بدل عمر كل شوية اللي احنا عملين نقوله عمر عمر عمر. او اه 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 اجزيري. دخل دخل سي 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 معاهو. يمكن لعله وعاسى يا عمي ييجي واحدة واحدة. يعني قوي 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 بدنيا. في الالتحمات ممكن بيكون كويس. في المراوغات واحدة واحدة مع المطشاط ممكن ييجي. تمام? واقدر ان انا كمل الموسم ده الحد معادي ايه? الموسم ده. جميل? ده بالنسبة للتشكيل. احنا كده كده بنجرب. طح? حاجة اخيرة بقى في الموسم الجديد. احنا بنقول مين هيمشي ومين هيروح ومين هييجي. انا مش مش عايزك يعني كل شوية او مش عايز الناس كل شوية احنا نعمل ايه السنة الجاي? احنا السنة اللي فاتك وانا بنقول مش هناخد داوي. واخدناها. خلينا نركز واحدة واحدة. يعني خلي القراء تطلع للناس علشان تشوف الدنيا رايحة فين وجاية في الوقت اللي احنا فيه. وبالنسبة للمشكلة اللي مش ملهاش حل في الزمالك فعلا. يعني قلب الدفاع. احنا عندنا مشكلة عويصة. ولو فكرتش مال ولا يمين مش هتلاقي حد. لان احنا محمود علاء انا مش فاهم هما يعني بيلعب كرة ليه. يعني دايما ببص على محمود علاء واقول ان هو هيجي منه. وكنت قلت لك الكلام ده زمان انت كنت بتشكر في محمود علاء قبل ما يجدد. وانا قلت لك محمود علاء وهو فعزه مش مدافر. فيه لائب كده بتشوفه عنده بوادق. محمود علاء دايما كان بيلعب على اللعيب انا بيلعبش على كرة. اخيرها موتش فارقه اللي فات. لما عمل فاول غريب اللي على التمنتاشر. بيبص على اللعب وراء والكرة يبقى. طب يا ابني حجز على كرتك الاول. الحق كرتك الاول. ده مش مدافع دوي ولا يكون يلعب حتى بص في في المانيا. مع احترام اللي المانيا يعني. تمام? ما يلعبش حتى في المانيا. فالحتة دي اللي عندي فيها مشكلة. يعني لو عبغاني والوينش اللي اتنين هم عليهم الوينش. عبغاني اوكي? جنبه. حصلت مشكلة بقى. ما عنديش فديق. فهي دي وجهة النظر في الفترة الجاية. وممكن لعلة وعسى وبنسبة كبيرة تجيب. بس. نفكر فيها شوية. يعني نفكر فيها شوية. ممكن. ليه لا? انت معندكش حد يوصل لك في نص الملعب. ما بتمسكش كورة. ما بتمسكش. طب ما نجربها. مصرين على عبان. مصرين على شيكبال. شيكبالا بدل ما كنت تلاعبه على الطرف. برضو ادي له اخر اخر ربع ساعة عام في نص الملعب. لعلة وعسى. لعلة وعسى. لعلة وعسى. خد كزا مرة عشا ونزل وقدة وليعب سراح. الله ينور عليك. ولما الزنق الزمالك فيه لعبهم. وزيزو لما الزنق برضو زمالك فيه لعبهم. الاتنين تقول بيمسكوا كورة حلة. يعني الاتنين دول بيمسكوا كورة حلة. الاربعة اربعة واحد واحد. يعني الاربعة واحد واحد. يعني خليك كثافة عندك نفس الملعب. لان فريرة كده كده بيلعب على الارض. يعني انت اخر تلات مطشاط للزمالك افتكرهم كده من 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 فوق لتحت. انت قابليهم قبل اخر تلات مطشاط دول انت كنت تلعب كورة طولية على طوب من وراء القدال. فيش حد يعين بها اي حاجة. بعد كده افتكر بها اخر تلات مطشاط انت بدأت تلعب كورة على الارض. صح ولا انا غلطان? انت اخر مطش لفارقه. ناقص فيه تلات دقايق ولا دقتين? اذا مالك مصر برضو ان هو يبدأ الهجمة بتاعته من تحت. ما بقتش فيه الطولية اللي انت عمال تعملها. ما بقتش طريق حمد كزا مرة يبصيها. الطريق اللي كان بيلعب على طول الدقيقة. ونزل تحت علشان يستلم ونقص دقيقة. مش تاني يتعمل او الطولية تتعمل من وراء قدام وهو مصر يلعب على الاطرف علشان خاطر يلعبها مثلا ولا حاجة? يطلع بها من تحت الايه? لفوق. مصرين لحد اخر دقيقة. ده لعب فريرة. ومش هيغيره. هل? بس يعني هو محتاج ماتيريال تانية غير اللي معه. يعني هو محتاج ماتيريال. ولا علا وعسر. بس. ما ايش عاملو نوردنا والله. حبيبي. 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 حبيبي يا باشي. يا ايش عانو حبيبي. يلا تفوح على خير معك. تعليقك الاخير بقى ما نروح ننصح. والله بالتوفيق في اللي جاي. يعني بالتوفيق في اللي جاي. اقدرشو اقول ايه طيب. ما انا مش شايف حاجة. مش شايف فاهم? مش شايف بصيص. مش شايف. هنتلعب لما انتحد نتكلم. ماشي يوم التلاتة اللي جاي بانتلعب ليني نتكلم شوية. اكيد اكيد. اكيد. وعندينا ماتش مهمة برضو الجمعة الساعة احداشر في السلة. دي امو سهل الحياة والله يا رجالة يعني. ان شاء الله بازن الله نكسبه بازن الله نحاس ان البطولة دي اذنيني ان احنا هناخدها. بازن الله. الزمالك ماشي كواس جدا. ان شاء الله. يا جمال والله في كل العاب السلاة. لأ والتيم الزبط شوية. لأ والتيم الزبط شوية من بعد الفترة اللي مش فيها والتر هجي وكده. لأ والتيم الزبط شوية. تزبط وانت اقول لك على حاجة فرقة انت شايف من خلالها ان في بصيص يعني في امل. عن امل. طب اقول لك على حاجة يا ماتش الزمالك وفهمكم ده. والله العظيم تراتة من الاول اللي موتش. وانا شايف ومتأكد. عادت. عادت تلعب. مش هتجيب جون. تمام. هتجيب جون. هتجيب جون. مفيش. فعلى الله يعني. انا اكتر حاجة خلقاني بصباحة قسامة والله. ماشي. عشان ما اناخرش عن الناس والناس بحاجة صحر. مم. عمر السعيد مدايقنا اواق سموه الله. شوفولو احد. شوفولو احد. مشوه. بقى يعملو في اي حاجة. يلا تصبحوا على خير. عشان ما اناخرش عن الناس. ماشي. عشان بقى نص صعب الزفة على الصحور. نلحق الناس تتصحر وتاكل وتروأ قبل الفجر عشان بيأزن اربعة. احلى مسا عليكم كلكم. احلى مسا عليكم. احلى مسا عليك ادوح. عبيب يا رايت. يلا تصبح على خير. احلى احمد الله. اصبح على خير جميعا. مع السلامة.